على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد مصطفى وزراء خارجية كل من الجزائر وبلغاريا وماليزيا وفرسان مالطا وترينداد وتوباغو كلا على أحدا وبحث مصطفى مع وزراء الخارجية حجد المواقف وتعزيز الجهود لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والمساعي في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وحصاد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين إضافة إلى بحث آليات تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المستند على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية من أجل انهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية هذا وقع رئيس رزراء مع وزير خارجية تيرنداد وتوباغو أميري براون إعلانا مشتركا لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين وتطوير أواصر الصداقة والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والشعبين نحن موجودين في البعثة تيرنداد وتوباغو في نيويورك وقعنا اتفاقية اطلاق العلاقة الدبلوماسية الرسمية بين البلدين بعد الاعتراف دولة تيرنداد وتوباغو بدولة فلسطين ودعمهم المعروف للجميع وقعنا اليوم اتفاقية اطلاق العلاقة على مستوى رسمي واحنا ساعدين جدا طبعا بهذا الاعتراف وبهذه العلاقة المميزة وطبعا كما يعلم الجميع انه هذا يأتي في اطار مزيد من الاعترافات التي حصلت عليها دولة فلسطين من العدد كبير من الدول العالم بهذه الدولة ان شاء الله انه جهود شعب فلسطين وصبرهم ونضالهم يتوج بالنجاح الكامل بالاعتراف الكامل بالاستقلال الكامل وانهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الكدس تحت خيادة الرئيس ابو مازن اليوم بالنيابة عن حكومة تيرنداد وتوباغو كان من دواعي شرف الكبير ان ابدأ رسميا العلاقات الدبلوماسية الرسمية بيننا ودولة فلسطين هذه لحظة كنا نستعد لها منذ فترة وهي شهادة اخرى على التضامن القوي بين جمهورية تيرنداد وتوباغو وحكومة وشعب فلسطين هذا الاحتفال مهم للغاية وهو يمثل خطوة اخرى في سجل التضامن والدعم الراسخ لتيرنداد وتوباغو للشعب الفلسطيني تشرفت للغاية ان ينضم لنا في هذا الاحتفال رئيس الوزراء الفلسطيني ومندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة وسيعقد رئيس الوزراء العديد من اللقاءات على هامش اعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للامم المتحدة لحجل المواقف الدولية من اجل وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة وباقي الاراضي الفلسطينية اضافة الى تنصيق المواقف وتعزيز التعاون المشترك اكرم فروخ تلفزيون فلسطين